النادي الأهلي قدوة لكل الأندية الحقيقة والنهاردة دي مواقف كلها بتؤكد تاريخية المواقف للنادي الأهلي زي ما فعل كابتن محمود الخطيب يمكن كان بيقول أن النادي الأهلي شقيق لكل الأندية العربية عايزة كمان أتكلم في نقطة تانية مهمة جدا طبعا وكان الكلام عليها قوي في السوشيال ميديا النهاردة وهي عن استعدادات المنتخب الوطني الفترة اللي جاية يمكن النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت النداء الوطني لازم كلنا بمختلف انتماءاتنا النهاردة نكون خلف المنتخب المصري أو الوطني اللي هيبدأ معسكره المغلق يوم 21 مارس ده والمنتخب طبعا هيؤدي تدريباته هنا في القاهرة لحين موعد سفره هيسافر طبعا على متنطائرة خاصة يوم 23 من نفس الشهر كل ده استعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر والنهاردة الجهاز الفني بيعلن قيمة المنتخب النهاردة الكابتن حسام البادري المدير الفني للمنتخب الوطني بيعلن الأسماء 28 اللاعب زي ما قلنا للدخول في معسكر مغلق علشان بيستعدوا للمباراتين اللي جاية طبعا جزر القمر وكينيا أو كينيا وجزر القمر يوم 25 و 29 مارس ده بختم التصويرات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 20-22 القايمة زي ما حضركم شايفين محمد الشناوي محمود عبد الرحيم جنش محمد بسام عامر عامر طبعا في حراسة المرمة محمد هاني عمر جابر أيمن أشرف أحمد أبو الفتوح أحمد حجازي محمود حمد الوينش علي جابر أحمد أيمن منصور ياسر إبراهيم محمد النني عمر السلية طرق حمد حمدي فتحي محمد صلاح محمود حسن ترزيجي محمد فاروق أحمد سيد زيزو إسلام عيسى مصطفى فتحي محمد أفشا مصطفى محمد حسام حسن أحمد ياسر ريان ومحمد شريف طبعا عايزين نتكلم هنا عن التمانية اللي اخترهم الكابتن حسام البدري فقط من النادي الأهلي وهي أسماء طبعا كلها كبيرة وأنا لفت نظري ياسر ياسر الحقيقة أنا باعتبر انضمامه النهاردة للمنتخب الوطني تكليل أحمد ياسر أحمد ياسر أبراهيم بتكلم عن ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم تكليلا لمجهوده في الفترة اللي فاتت طبعا مع النادي الأهلي كان لازم العين تروح أكيد